تراميذ سنة الثالثة ابتدائي السلام عليكم هذا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات الموضوع موجود على القناة في كومي نوتي من أجل الطبعة وإعادة حله لا تنسوا الدخول على القناة الاشتراك وتفعيل جرس إشعارات اللي يصل لكم من جالي إذا نبدأ في حال اختبار معا التمرين الأول اكتب الأعداد الآتية بالحروف والأرقام أعداد المكتوبة بالأرقام نكتبها بالحروف والمكتوبة بالحروف نكتبها بالأرقام إذا نبدأ بالعدد الأول الفان وتسعمائة وتمانية وخمسون نبدأ الأول الفاني الفاني وتسعمائة وتمانية وخمسون تسعمائة وتمانية وخمسون لعدد التاني تسعمائة والأرقام تسعمائة والأرقام أرقام أرقام الهجمائة والسيطون التالت أربعة من عين دائما من زل الألف أربعة ألاف تسعمائة والسيطون تسعمائة والسيطون تسعمائة والسيطون إذا نراجع الفان وتسعمائة وتمانية وخمسون تسعة ألاف وستون أربعة ألاف وتلاتمائة وتمانية ودلدينا بالحورف تمانية ألاف وستمائة وواحد واتسون تمانية ألاف نقاط وستمائة وواحد واتسون ألف تلات نقاط وحدات عشرة ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون إذا نراجع تمانية ألاف وستمائة وواحد وتسعون ألف وتسعمائة وأربعة وخمسون نقاط إلى ثمين ثاني أكتب المجامعة التالية على شكل جوداء إذا لدينا مجامعة نكتبها على شكل جوداء شكل ضق إذا لدينا ستة زائد ستة زائد ستة زائد ستة زائد ونحسب واحد اثنان ثلاثة ألف خمسة تساوي ستة ضق خمسة على شكل جوداء هنا جوداء ثلاثة نحسب واحد اثنان ثلاثة ضق اثنان نفس الطريقة تسعة ضق واحد اثنان ثلاثة تسعة تقريبا ثلاثة مرأة خمسة ضق واحد ثلاثة ألف ستة ضق خمسة تساوي ثلاثة نفس الجمع نفس النتيجة لقد عملنا عملية الجمع ثلاثة ضق اثنان تساوي ستة خمسة زائد خمسة زائد خمسة تساوي خمسة ضق أربعة تساوي تساوي اثنان وتسعة ضق ثلاثة تساوي سبعة وعشر تقريبا ثلاثة ثلاثة اكمل الجدولة التالي لدينا العدد ضعفه ضعفه نبحث عن ضعف العدد نبحث عن ضعف العدد ضعف 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 الساوي احسنتو ثلاثة نضغبوغو في اثنان اثنان ضعف نضغبوغ في الاربعة ثم نضغبوغ في الواحد اثنان ضعف اثنان ضعف اثنان ساوي تمانية وعشر. ضعف أربعة عشر هو تمانية وعشر. نفس الشيء سبعة وخمسون. لإجابة ضعفه نضربه في اثنان. لائما الاثنان نضربه في السبعة. أحسنتم. اثنان يضرب سبعة تسوى أربعة عشر. نكتب الأربعة ونحتفظه بالعشرة. ثم اثنان يضرب خمسة. عشر مع الواحد. أحسنتم. احدى عشر. تنضعف سبعة وخمسون هو مئة واربعة عشر. العدد الرابع خمسمائة يضعفه هو أحسنتم ألف. يمكن أن يجب على العملية. خمسمائة. ضعف اثنان. دائما الاثنان. اثنان يضرب سفر. سفر. اثنان يضرب سفر. اثنان يضرب سفر. حسنتم سفر. اثنان يضرب خمسة. جيد عشر. إذا مجبنا هو ألف. العدد لإيجاب ضعفه نضربه في اثنان. ضعفه أربعة تمانية. ضعفه أربعة عشر. وضعفه خمسمائة هو ألف. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. بمناسبة عيد الرابع. اشترت الأم اثنان كيلوغام من الغرس. لصناعة حلويات الرابع. بسعر سبعون دينار للكيلوغام الواحد. سؤال أول. كم دفعها؟ سبعت للبقار. أخذت معها إلى السوق ألف وتمانون دينار. سؤال ثاني. كم بقي عندها؟ قسمت المبلغ المتبقي إلى نصفين لتوزعه على بناتيها. سؤال ثالث. كم أخذت كل بنتهم؟ إلى النحو الوضعية. بمناسبة عيد الرابع. اشترت الأم اثنان كيلوغام من الغرس. اثنان كيلوغام من الغرس. لصناعة حلوية الرابع. بسعر سبعون دينار للكيلوغام الواحد. كيلوغام واحد فقط سبعون دينار. هي اشترت كم اشترت من كيلوغام؟ احسنتم اشترت اثنان كيلوغام. لما نجد للكيلوغام الواحد عمليات. أحسنتم عمليات الضرب لإيجاد مبلغ الكلي. إذا دفعت للبقار. بما أنها اشترت اثنان كيلوغام دفعت سبعون ضرب اثنان. نجري العملية سبعون ضرب اثنان. نجريها عموديا. سبعون ضرب اثنان. الحلو الجواب العمليات. سفر اثناني نضرب في الصف وفي السبع. اثناني ضرب سفر. سفر اثناني ضرب سبع. أحسنتم اربعة عشر. اذا نساوي مائة وأربعون. نجيب عن السؤال. كم دفعت للبقار؟ نجواب دفعت للبقار. البقاري. كم دفعت؟ أحسنتم مائة وأربعون دينار. نواصل. أخذت معها الى السوق الف وثمانون دينار. كان لديها الف وثمانون دينار. سؤال. كم بقي عندها؟ كم بقي؟ أحسنتم عمليات ناقص. عمليات الطرح. بقي عمليات الطرح. اذا كان لديها الف وثمانون. ثمن الغرز هو وجدناه مائة وأربعون دينار. اذا عمليات الطرح. الف وثمانون. المبلغ الذي كان لديها. نطرح منه كم دفعت للبقار مائة وأربعون دينار. نجري عمليات عمودية. ألف وثمانون. ناقص مائة وأوة. دائماً بالوحدات. لدينا. نطرح منها. سأنفسنا. ثمانون ناقص ثمانون. ثمانين ناقص ثمانون. كما نتقرح5 مائة هبة. ثمانين نحيح شرحية اصل. أối ناقص ثمانون. أعود الضلحة. ستلفوا بواحد عشرة وأرجعهم من هنا هنا تصبح عشرة عشرة ناقص واحد من الواحد أصعب إلى العشرة واحد اثنان ثلاثة أربعة قمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إذن تسعة واحد ناقص واحد سوي سفر إذن وجدنا العمليات الطفح تسعمائة وأكبر نجيب عن السؤال كم بقي عندها؟ جواب بقي عندها كم بقي عندها؟ أحسنتم تسعمائة أو أبعون دينا قسمت المبلغ المتبقي المبلغ الذي بقي تسعمائة أو أبعون دينا قسمته إلى نصفين لتوزعه على بناتها كم أخذت كل بنت إذن كل بنت أخذت النصف البقية لديها تسعمائة أو أبعون لديها بنتين كل بنت أخذت النصف لكي نجد كم أخذت كل بنت نبحث عن أحسنتم عن النصف إذن نبحث عن النصف أبعون النصف تسعمائة أو أكبرون النصف تسعمائة أو أكبرون كم يسوي؟ لديها تسعمائة أو أخذت النصف لكي نجد كم أخذت كل بنتين نصف أكبر يسوي اثنين نصف ستة يسوي تلاتة نصف تمانية يسوي أكبر نصف عشر يسوي خمسة نصف اتناعشر يسوي ستة نصف أكبر عشر يسوي سبعة نصف نصف ستة عشر يسوي تمانية ونصف تمانية عشر يسوي تسعة هذا يجب أن تحفظ إذن نبحث عن نصف تسعة هل يوجد تسعة هنا؟ يوجد نصف تمانية هو أكبر ونصف عشر هو خمسة لا يوجد نصف تسعة إذن تسعة تساوي تمانية زائد واحد تمانية يمكن يجد نصف أكبر أكبر يمكن يجد نصف أكبر نزيدها والصف نزيدها قليدينا أكبر عشر تسبح والنصف سفر إذن نصف تمانية نصف تمانية هي أكبر نصف أكبر عشر هي أحسنتم سبعة والنصف الصف هي سفر وكذا وجدنا نصف العدد تسعمائة وأكبر وعيد الشف تسعة لا يوجد لها نصف لكن يوجد نصف تمانية إذن نكتبها تمانية زائد واحد واحد نضيفه إلى العدد الذي قبله إذن نصف تمانية نصفها أربعة هنا كانت أربعة صارت أربعة عشر نصفها السبعة والصف نصفه سفر إذا تحصل على النصف تسعمائة وأربعون هو أربعمائة وسبعة السبعة نجيب عن السؤال السؤال هو كم أخذت كل بنتين؟ إجابة أخذت كل بنتين؟ سبعة أربعة وسبعة وسبعة من الدينار نوعية شاح الوضعية إذن بمناسبة عيدة غابية اشترات لهم 2 كيلوغام من الغرس 8 كيلوغام الواحد 70 دينار كم دفعت للبقر أو كم ثمن كل الغرس 70 عملية الضر وجدناها 140 دينار ثم كانت تملكه 1080 دينار أو كان لديها 1080 دينار كم باقية عندها باقية عملية الطرح وجنات 240 دينار قسمت المبلغ المتابقي هذا إلى 2 نصفين لبناتيها إذن نبحث عن نصف 940 طيقة إيجاد النصف وجدنا نصف 940 هو 407 إيجاب عن الجلس الثالث أخذت كل بنت 470 دينار وهكذا ننتهينا من حل الاختبار إلى اختبار قادم إن شاء الله والسلام عليكم